لأنه صراحة الموجودين معي عن جد لما قعدنا وحكينا معهم يعني الشي برفع الراس وإحنا اليوم موجودين هم بمثلوا أكتر من دولة عربية للأسف كان في عنا كمان متحدثة باليمن بس ما قدرت تكون موجودة بس في عنا من لبنان ومن العراق متحدثين عن كل بلد وهم كمان مناضلين بيئيين وليس فقط صحفيين أو باحثين وزي ما منعرف من قبل الربيع العربي لليوم كتير صار فيه تغييرات على النضال بشكل عام وخصوصا النضال البيئي فإحنا اليوم بهاي الجلسة حابين نوثق الانتهاكات البيئية ونسلط الضوء على دور الصحفيين والباحثين خصوصا في مناطق النزاعات المسلحة والمناطق اللي فيها مشاكل سياسية بشكل عام وكيف هدول النشطاء والمناضلين واجهوا وقدروا يواجهوا لليوم المشاكل والعقبات اللي قدامهم وخصوصا بالمناطق اللي فيها نزاعات وهاي الجلسة هي لتبادل الأفكار وكمان نعطي شوية توصيات للناس اللي عم بيحضرونا ونحكي كمان عن خبرتكم الشخصية لأنه خبرتكم طويلة ونقدر ناخد منها كتير توصيات بمناطق مختلفة فبحب أحكي لمتحدثنا الأول أزهر هو صحفي وباحث عراقي ومبارح شوي حكى عن تجربته في وثائقي بيغطي مواضيع وانتهاكات بيئية واليوم أزهر يحكي لنا عن تجربته أكتر إشي مع المجتمعات المحلية بمنطقة الأهوار شكرا اسمحولي راح أوقف جنب لأنه أشعر بالراحة أكثر لما أكون واقف وأتحدث وبنفس الوقت لأنه في صور من خلفي تظهر على السكرينشوت بداية أنا اسمي أزهر روعي صحفي وباحث من العراق من جنوب العراق من مدينة البصرة طبعا مواضيع العراق فيما يخص البيئة والتغيير للمناخ لا حصر لها مواضيع كبيرة وكثيرة ومتعددة وشائكة بنفس الوقت طالما العراق هو لا زال يعيش في صراعات سياسية وهذه الصراعات لها تأثير بالتأكيد على البيئة والتنوع الأحيائي وما شابه ذلك فهذا هو ليس بريزنتيشن وإنما فقط صور أنا رح أعرضها عن مناطق أهوار العراق وهذه بعض الصور رحاني أستعرضها عن أهوار جنوب العراق لا سيما أهوار الجبايش والحويزة مارش أو غور الحويزة في محافظة ميسان أيضا جنوب العراق فأني حطيت هذا التائتل أنه إراكي مارشيز تدسابير ديوتو كلامي تشينج أهوار العراق على وشك أن تختفي بسبب التغيرات المناخية والعوامل الأخرى التي لا زالت في تفاقم واستمرار هذه الصورة تم التقاطها الأسبوع الماضي لما كنت في الأهوار ومثل ما جايش شاهدون يعني في الصورة هناك سادنس أو حزن موجود على الأرب مارش أو رجل الأهوار وكذلك على الحيوان بسبب الظروف اللي عيشوها فهذه أصبح حتى الحزن والسعادة إله علاقة كبيرة بما يعيشه السكان وكذلك الحيوانات الموجودة في هذه المنطقة هذا ما قالته لأم سلمان الأسبوع الماضي لما كنت في زيارة لها قالت نحن نفس الأسماك ما في ماء ما في حياة وفعلا السكان المحليين والذين يعيشون في أهوار العراق بحاجة ماسة إلى الماء طبعا قد تشاهدون هذه الصور هناك ما لكن هذه في فصل الشتاء يعني الأسبوع الماضي كان هناك بعض التساقطات المطرية لكن هذا لا يفرح يعني حتى السكان المحليين الموجودين في الأهوار يقولوا صحيح في ماء لكن نحن ليس سعداء هذه فقط لأيام قليلة ويحل الصيف ومثل ما جميع يعرف بأن العراق هو من أكثر الدول الأشد يعني ارتفاعا في درجات الحرارة بالتالي ليس هناك شتاء في العراق ما هو إلا شهر نصف أو شهرين وشتاء خجول هذه أم سلمان مع العائلة وهم يقومون بقطع الريد أو القصب في الهور هذه كنت قاعد معاهم كنا على الريوق بريكفاست كنت أتحدث معاهم وهذه الصورة عفوية كم التقاطها إلى عائلة أم سلمان ومثل ما جايش شاهدون هناك حزن هذه لقطة طبيعية وهم يأكلون الفطور لكن هناك حزن داخلي جاي نحسه ونشعر بموجود بوجه أم سلمان وأطفالها وأحفادها هذه في أهوار الجبايش في محافظة ذيقاء هذه هي صورة أخرى لأم سلمان وأحفادها طبعا مثل ما تعرفون يعني إحنا هسا حاليا نتحدث عن التغييرات المناخية وحتشينا عن الجفاف وحتشينا عن قلة المياه وهذه إلها أسباب كثيرة السبب الأول هو قلة التساقطات المطرية الموجودة في منطقة الأهوار هذا بالدرجة الأساس الدرجة الثانية أيضا هي موضوع أساسي جدا هو بناء السدود من قبل تركيا وكذلك قطع بعض الروافد التي كانت تصف في نهر دجلة من قبل إيران وحرفها عن مسارها الطبيعي لمنعها من أن تصف العراق كل هذه العوامل مجتمعة أثرت على وصول المياه وحصة الأهوار والعراق من المياه المستحقة حسب القوانين الدولية لكن للأسف هناك انتهاكات وعدم التزام من قبل الدول المنبع بتأمين حصة العراق المستحقة من المياه هذا أبو سلمان مثل ما جاي تلاحظون في الصورة هذه الآلية وهي تقوم برفع الأطيان من الأهوار وهذا بسبب الجفاف لأنه قل مستوى المياه فبالتالي حتى القارب أو البوت لما كنا نمشي به في البلم كان يضرب في الأرض فبالتالي صعوبة أيضا بأن القارب يسير بانسيابية تامة وهذا بسبب قلة التساقطات المطارية والجفاف الموجود فبالتالي هذه الآلية تقوم بكري الأنهور من أجل تعميق المياه إلى أبعد حد ممكن حتى تكون هناك انسيابية في الحركة هذه صورة أخرى لأبو سلمان طبعا هذه المساحة الآن هي فارغة فقط أبو سلمان وهو ليس صاحب هذه الأرض ولكن نزل في هذه الأرض يمشي يتفقد جاره الذي هاجر وغادر قبل أيام من زيارتي إلى الأهوار وترك فقط بعض الممتلكات البسيطة جدا البلم وبعض الحاجات التي كانوا يعيشون عليها وبالتالي هو حزين في هذه اللقطة فقط صورة ولكن أنا كنت أسمع يعني شنو يتحدث وهو يمشي يقول يعني يا حرام أنه هاي الناس تغادر وهو يمشي يتحدث فللأسف هناك هجرة كبيرة للسكان المحلين في الأهوار الموضوع الأهم اللي أريد أن أركز عليه قبل أن ينتهي الوقت اللي أنا لازم أتحدث به هو هذا في الشتاء ومع الأمطار وهناك ملدوحة فماذا حول الصيف يعني شو راح تكون الصورة في الصيف طبعا هذه الصورة جزء من مشروع أنا جاي أقوم به حاليا مع صديقي المصور سابستيان باخوس مصور ألماني نقوم بزيارة الأهوار وعوائل الأهوار ونوثق حياتهم بفوتو ديكومنتري وثائقي صوري يمتد المشروع على أربع سنوات في كل سنة نزور نفس الأشخاص ونفس العوائل ونعيش معهم ونلتق الصور حتى نلاحظ التغيرات المناخية اللي تمر بها العائلة كل سنة وبالتالي على مدى أربع سنين راح يكون عندنا مشروع وثائقي طويل عندي وقت بعد صفاة تمام ممتاز الموضوع الآخر اللي أنا أريد أن أتحدث بيه هذا قليل موجود على الميديا وعلى الجوغا وعلى البحث موجود هو التأثير المناخية على ثقافة السكان المحلين وهذا قليل أو أصلاً تنعدم فيه المقالات والدراسات بسبب الهجرة الموجودة انتقال الناس من منطقة الأهوار إلى المدينة الطفل لما يولد في المدينة وهو جاي من بيئة الأهوار راح يتعلم اللهجة واللغة اللي يتحدثون بها السكان في المدينة وبالتالي سنة بعد سنة تبدي هذه الأجيال الجديدة تنسى موروثها اللغوي والثقافي بسبب التغيير المناخي اللي أدى بهم أن يغادر مناطقهم وأن يتكيفوا على بيئة جديدة فهذا موضوع جداً يعني صراحةً محزن حتى اختفاء المهن والحرف اليدوية اللي كانت هي المورد الأساسي للسكان المحلين في العيش بسبب التغيير المناخي وقلة الأمطار أصبح هناك صيد جائر للأسماك وهو الصيد بالتيار الكهربائي أو الكاترو فيشينغ يعني يصيدون في الكهرباء وهذا بالتالي أثر على البيو ديفرسيتي أو التنوع الأحيائي الموجود في الهور لأنه سيصيد السمكة الصغيرة والغير مرض بها والجيدة وغير الجيدة بالتالي يقتل التنوع الأحيائي الموجود وهذا هو غير مشروع لكن السلطات تعرف أن هذا الصيد هو غير مشروع ولكن تغض النظر لأنه لا تريد أن تحاسب هؤلاء وهي مقصرة فبالتالي أحياناً أنه تتركهم أو تغض البصر وهذا أكيد رح يضر البيئة ويأثر عليها بشكل كبير جداً حتشيت عن انقراض الحيوانات أيضاً هناك بعض الحيوانات يعني أوشكت على الانقراض ومنها اليوفرتس ترتول أو السحفات الفراتية المشهورة في العراق أيضاً بدأت على وشك الانقراض العراق معروف هو من أكثر البلدان تنوع للأحياء والطيور والحيوانات ولكن الآن هو أصبح على لائحة الخط الأحمر بالنسبة للحيوانات المهددة بخطر الانقراض طبعاً مثل ما تعرفون الأهوار هي تم إدراجها عام 2016 على لائحة التراث العالمي لليونسكو وهذا يعني لازم أن تقوم طبعاً دوري يونسكو هو مراقبة ويعني زيارة إلى هذه المواقع بشكل دوري ولكن للأسف الزيارات لا تكفي ما لم تكن هناك فعلاً ضغوط حقيقية على دول المنبع تحديداً تركيا وإيران من أجل فرضها أو فرض أن تقدم حصة المياه للعراق المستحقة على مود تنتعش الأهوار من جديد بالمياه وتعود لها يعني المياه هي مصدر الحياة في الأهوار وفي كل العالم لكن في الأهوار لأنه هناك علاقة مباشرة مع المياه في العيش وفي كل شيء يعني حتى المهن والشغل والأعمال كلها هي على المياه طبعاً في عام 1972 هناك معاهدة دولية لحماية المروث الحضاري والطبيعي وهذه المعاهدة تطلب على الدول التي توقع على هذه المعاهدة بأنه تلتزم بالسياقات الدولية بحماية هذه المنظر ولكن للأسف نعود مرة أخرى ونقول الأهوار هي مهددة مرة أخرى برفعها عن قائمة التراث العالمي لأنه تم منحها هذه الرتبة بناء على توفر المياه وجود الحيوانات التنوع العحيائي وبالتالي هذا يهدد بيئة الأهوار وأيضاً اقتصادياً أيضاً سياحياً يعني لو كانت هذه فعلاً الأهوار منتعشة كما هي كما كانت قبل عشر وعشرين سنة لشاهدناها هي أكثر منطقة جذباً للسياح في العالم هناك بعض السياح يأتون إلى الأهوار فقط المهتمين واللي سمعوا عن الأهوار واللي يحب يزورها حتى وإن كانت فيها جفاق وفيها مشاكل لكن للأسف لو كانت فعلاً على مايورام كانت تضوف فيها بشكل أوضح أعتقد هذا اللي عندي يعني لحد الآن وما ردي تأطيل بس ربما قد تكون بعض الصور إذا حبيت أعرضها هذه هي للسمكة هذه الصيد بالأشباك طبعاً يعني السمكة ميتة وهي في الماء يعني تخيلوا حال الأهوار وإن توفرت المياه ولكن هي غير صالحة للعيش لا للأحياء ولا للسكان فهذه ميتة وهي الآن خرجت من المياه هذه أيضاً سمكة أخرى هذا الأسبوع الماضي تم التقاط هذه الصورة حديثاً لاحظوا يعني هذه الأرض في الشتاء ووجود رطوبة ووجود تساقط مطري وهذا هي وضع الأرض يعني والحيوانات في منطقة الأهوار هذا في قمة الانتعاش وفي قمة الازدهار للأهوار وهذا هو المشهد مثل ما جانيت لاحظون هذه الأسماك الميتة بسبب التلوث الموجود في المياه والصيد الجائر بالكهرباء وبالتالي هذه أسماك الانبيزيف أو الغازية الغير مرغوب بها هذه مشهد آخر للبفالو أو الأبقار الموجود حالياً لحياتها يعتني طبعاً كثير من البفالوز أو الأبقار ماتوا أو نفقوا بسبب أنه قلت المستوى المياه فبالتالي يكون راكز في الطين ما في ماء فيكون موجود فقط في الطين ما يقدر يمشي وبالتالي يبقى أيام طويلة موجود في الطين ويموت من الجوع والتلوث في المياه هذه في هور الحويزة التابعة إلى محافظة ميسان أنا كنت موجود أريد أعمل مقابلة مع أحد الأشخاص اللي قالوا لي تروح إلى بيت فلان راح تشوفه موجود ممكن أن تجري معاه مقابلة وصلت إلى هذا المنزل وهو يخل من السكان بسبب أنهم غادروا هور الحويزة هذا الشخص كان يريد يزور صديقة فلما دق الباب تفاجأ ما في أحد في البيت فهو يغادر المنزل ويتحدث يعني كأنه مورنينج أو بيندب يحزن أنه ليش غادرت ليش غادرت وما أنت خبرتني أنا جيت أزورك وهكذا يتكلم مع صديقة اللي كان يريد زوره فهذه لحظة لحظة أثناء ما هو غادر المنزل والتفت وهو يتحدث إلى صاحب المنزل لأنه غادر بسبب هذه الصور أخرى لهذه الصور عائلة غادرت وهاجرة في المنطقة هذه المرأة حزينة أيضاً وفي السيارة غادرت والأطفال يودعون هذه العائلة وشكراً جزيلاً شكراً كتير أزهر صراحة الصور التحدثت يعني عن الوضع وحكيت إشي كتير مهم على موضوع البعد الاجتماعي البعد الثقافي والمخزون الثقافي الموجود عند المجتمعات المحلية والأصلية اللي حالياً عم نخسره بسبب التغيير المناخي والنزاعات وحقيقي لما حكيت أنه هذا الموقع تراثي باليونسكو وغيره إحنا عارفين أنه الأزمة الحالية هي أزمة تغيير المناخي وأزمة انعدام المساواة لو بأي دولة تانية فيها مساواة أكتر كان تم اهتمام أكتر بالمواقع هاي وبالسكان الأصليين وبنقشات التغيير المناخي وغيره من المناسبات العالمية ما بنسمع هاي القصص فشكراً كتير أنك صلت الضوء عليها أفر والمتحدث التانية معنا هي سعدة وسعدة هي رئيس قسم الصحافة في المفكرة القانونية منذ 2018 بس من حديثي معها ومن خلال خبرتها هي أصلاً مناضلة بيئية وفهي صحفية ومناضلة بيئية وبدأت تحكيلنا عن تجربتها في النضال البيئي ويمكن شوية توصيات وشوية كمان وامثلة حية عن شغلها بلبنان مرحبا أنا سعدة على صحفية من بلكون ثلاثين سنة يا أم يعني عمر من كنت بالسفير قبل بجريت السفير اللبنانية قبل ما أجي على المفكرة القانونية اشتغلت بالسفير ثلاثة عشرين سنة ونص إلى أن أقفلت أبوابها بنهاية الالفين وستعاش وبعدها بلجت مع المفكرة القانونية أنا بشتغل على كل الأضايا البيئية الاقتصادية السياسية الاجتماعية ومؤخرة بلجت من عشر سنين أسس هاتل الشي أنا بحب أعمله كتير اللي هو دمج الصحافي بالانتروبولوجيا تجربتي بلجت بالملفات المعمقة على البيئة مع جريد السفير بالالفين وستعاش عملت كتابة عن النهر اللي تاني اسمه أكتيال النهر وناسه اللي هو أكبر حوض مائي بلبنان كيف دمرت السياسات الرسمية هالسروة المائية وأمرضت السكان بالسرطان حيث المعدلات هي بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف معدل العام بلبنان أنا بحزني كتير هلأ لما بشوف هيدا اللي عم بيصير بالأهوال وطبع مناطق أخرى نتيجة التغير المناخي ولبنان أكيد متأثر بالتغير المناخي ولكن نحن أغنى دولة بمنطقة الشرق الأوسط بالمياه بالدراسات تبع الأمم المتحدة بتقول مياهنا السطحية التي تسير بين 14 لسبعت عشر نهر لأنه في بعض الأنهار هي موسمية تجف صيفا وللأسف هلأ صار فيه أكتر من ثلاثة أربع أنهار بيجفوا بالصيف ولكن نملك سروة مائية سطحية بين ينا بيع وأنهار تسير في المناطق اللبنانية بعضها دولة بين لبنان وسوريا مثل نهر العاصي وبعضها دولة أيضا بين لبنان وفلسطين المحتلة داخلية تنبع من لبنان وتصب في البحر المتوسط في لبنان أيضا هذه السروة تبلغ نحو مليار ومليون متر مكعب بينما لدينا مياه جغوفية بسبب التكوين الجيولوجي والجغرافي بالجبال والطلال بالمنطقة فيختزن لبنان أغلب الهطولات السلجية والمطارية وتكوين الكارست للسخور اللي هي سخور تمتص المياه 3 مليار أكثر من 3 مليار متر مكعب فهي ثلاث أضعاف السروة السطحية من المياه الجوفية هون ليست تغير المناخ فقط الذي يؤثر على لبنان حاليا وأنما وهذا التحدي الأساسي لنا كصحاطيين وباحثين وناشطين وأنما السياسة الرسمية لإدارة المياه في لبنان والموارد البيئية والطبيعية والتي أمعنت وخصوصا ليس فقط خلال الحرب في الحرب كنا في نزاع حرب لأهلية لبنانية لماذا طبعا بمشاركة أطراف إقليمية ودولية لماذا 15 سنة على الأقل بين 75 هي الحرب الرسمية العسكرية إنما الانتهاكات الأساس بدأت عندما انتهت الحرب وعاد أمراء الحرب أنفسهم ليمسكوا بالسلطة في لبنان على أسس المحاصصة والزبائنية والضرب بعرض الحائط بكل المصلحة الوطنية ومصلحات اللبنانيين هذه تحديات أساسية لنا في لبنان نحن نقاتل هذه السلطة التي تدمر موارد البلاد يعني عندما قتل نهر الليطاني نحن نتحدث عن نهر بطول 170 كيلو متر من منبعه غرب بعلبك إلى سور مليون لبناني والآن مع ضيوفنا اللاجئين السوريين في أكتر من مليون بدي أعتبر في 200 ألف أو 300 ألف لاجئ سوري يعيش في حوض الليطاني إضافة إلى القرى اللبنانية قتلوا مع هذا النهر لأن هناك مثلا مثلا صغير من 187 مؤسس صناعي لما أنا عاشت على النهر 45 يوم من منبعه للمصاب مع كل أهل الضيعة والضيعة مع النهر ومع الشغل البحثي كمان اللي أخذ مني ستة شهر لأنه هو دي مثلا بالأنون لازم يكون عندهم لياخدوا ترخيص محط التكرير لمعالجة الصرف الصحي وأنما يرمى هذا الصرف الصحي بالنهر وتعمل هذه المصامع ووزارة الصناعة والبيئة والصحة والزراعة وكل الوزارة والبلديات هي يسيطر عليها ويتنوب عليها كل أفريقاء السلطة وبالتالي عندما قتل الليطاني قتلته وكل أفريقاء السلطة الذين يتعارضون فيما بينهم على مصالحهم وليس على المصلحة العامة ويتحمل مسؤوليتهم وأيضا الدولة عندما أنشأت شبكات صرف صحي للقرى أخذتها إلى الأنهار نحن نحن اليوم وهلأ نحن حاليا في المفكرة القانونية أنا تابعت هذه الملفات كلها مع المفكرة القانونية والشغل المعم على نحن ننتج اليوم ملف كتاب من 400 صفحة عن محافظة عكار مثلا نشتغل انتروبولوجيا اقتصاد سياسي بيئة مثلا أربعة أنهار في عكار أساسية تحولت إلى مجارير للصرف الصحي وليس أنهار تضرب المزروعات نحن الكثير من الدول لم تقبل بعد اليوم باستيراد الخضار والفاكهة اللبنانية التي كانت رأس الصحارة في المنطقة لأن نروي في سهل البقاع وسهل عكار وهما أكبر سهلين في لبنان والبقاع كان اهراءات روما بمياه الصرف الصحي لرقابة على الأسمدة على الأدوية التي تستعمل وبعضها مصرطا التحديات الأساسية لما نرى أن جبالنا تأكلها المقالع والكسارات إضافة إلى الدراسات التي تثبت أن الانتهاكات بعدم وجود استراتيجية مائية وصلت إلى المياه الجوفية يعني حتى دراسة لمصلحة الأبحاث الزراعية في تل العمارة التي تبع لوزارة الزراعة وهذا ليس نتائج لجهة مدنية تناضل لنشكك فيها هيئة رسمية تابعة لوزارة الزراعة تقول أن الآبار جميعها ملوصة أيضا لا رقابة حتى على الآبار تنتشر في لبنان الآبار ذات القعر المفقود يعني يأتي مواطن يبحش بير ماء على 200 300 متر لا يلاقي ماء يحول مجرور البيت تبع على البير لوين على 300 متر يعني صرنا عم ناخد المياه الصرف الصحي على الخزانات الجوفية يعني المنطقة من حول نا عطشة نحن وأنعم الله علينا بالمياه لا أقول أننا لا نتأثر بال يعني أقل سنة منشوف فيها تلج على الجبال اللبنانية وأنما نحن ندمر ما لدينا نحن ندمر ما لدينا حتى الأزمة الاقتصادية من 2019 لغاية اليوم ولبنان كان معروف في الأخضر لبنان الأخضر أدت إلى قطع معظم أشجار الأرز والسنديان واللزاب المعمر في لبنان تحت حجة الحاجة الاقتصادية وأنما كان هناك أشجار كبير على عيون حراس الأحراش حيث صار اليوم راتب حرس الأحراش لا يتخطى العشرين دولار بياخد عشرين دولار رشوة من اللي عم يقطع حطب ويمر وليش بده يشتغل بعشرين دولار من قال أنه بدي يطلع على الحرش الدولة هدرت وحملتنا دينون نحو ست مليارات دولار على الأقل في استراتيجية لإنشاء السدود التي دمرت عبرها معركة التي خضناها في مرج بصري وخضناها كمفكرة قانونية مع المجتمع المدني لوقف السد ونجحنا في دفع البنك الدولي لتوقيف تمويلها لأنه سيدمر منطقة مرج بصري التي يعتاش منها أهالي شوف وجزين وهؤلاء ربوا عائلاتهم معلموا أولادهم من خيرات المرج واستدانة مليار ومليار مليون دولار سير الردة هم كنا مليارين دولار مع الفوائد وليس هناك كمية المياه ولا النوعية بدون يجيبوا من الليطاني من بحيرة الليطاني الملوسة لأنه هي بحيرة الأرعون نهر الليطاني ومقتول بالسيان وبكتيريا وبتعمل سرطان ليضيفوها لبسري لحتى يأمن كمية المطلوبة وهناك تنفيذ لسد المسالحة الذي لم يجمع مياه وهدرنا عليه نحو ميت مليون دولار سد بريسا حتى الآن كلفنا نحو 35 مليون دولار لا يجمع المياه سد جنة دمر جزء كبير ونهر إبراهيم اللي هو من أغنى الأودية بمنطقة الشرق الأوسط بالتنوع البيولوجي في قلبه 447 نوع بس من الأشجار والشجيرات اللي تعيش ونهر إبراهيم من أغزر أنهار لبنان هذا السد كلفنا حتى الآن نحو 500 مليون دولار ولم يستكمل بحجة عدم موجود بعد تمويل له نحن طبعا نضلنا ضد السد وإنما السد موجود على ثلاث فيال زلزالية ولا يجمع وهناك كسور صخرية فيه لا يجمع المياه إنما السلطة تذهب إلى السدود لأنها مشاريع توحي بالسلطة وبالإنماء وبينما هو هدر للمياه وتدمير للمناطق و80% من تربة لبنان تكوين الجيولوجي هو كارستي لا يمكن وهم يعرفون هذه الحقيقة وإنما يضم ضرب ضرب عرض الحائط الحكي عن البيئة ولبنان ما بيخلص عن جد وصفا عم تقول اسكت لا لا ما بقولك بس رح نرجع لك للراوند الثانية شكرا كتير سعدا حقيقي الأزمة اليوم بنشوفها بالوطن العربي وبالدول اللي فيها مشاكل سياسية هي ليست فقط أزمة تغير مناخي بس هي أزمة سياسية أزمة اقتصادية وأزمة فساد وأزمة إدارة موارد كلها مجتمعة كمان سوري غرقنا بهيدا الشي يعني أنا كمان جيبت لكم أرقام ما نحنا عنا العدوان الإسرائيلي كمان على لبنان ففينا نحكي نرجع عن هيدا الشي اللي عم بيصير على عشان هيك رح ننتقل لسامي بس إحنا تيسير الجلسة حيكون بالعربي بس سامي وشيفان المتحدث الآخر رح يحكوا بالإنجليزي فإذا حدا بده يحط ترجمة أو سماعات معكم هلا دقيقة إذا بدكم تغيروا أنا رح أسأل بالعربي بس سامي رح يحكي بالإنجليزي وسامي شفته عم ببتسم وسعدة عم تحكي لأنها هي عاد بتقلب مواجع زي ما منحكي بالعهمة سامي هو المؤسس المشارك ومدير أكاديمية البيئة في الجامعة الأمريكية ببيروت بس هو كمان بشغل مناصب إدارية واستشارية عليا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط سامي رح يحكي لنا أكتر عن التجربة يمكن بالجنوب ويصلت الضوء أكتر عن المشاكل اللي حكت عنها سعدة لحرق I'm sorry I'll stay in English I'm not going to switch between thank you so much for having us thank you for Saada before I come on you already painted a very good picture of why this country is absurd there's a lot of absurdities going on but at the same time there's a lot of hope that comes out of all of these challenges that we face and I just want to correct something I co-founded Environment Academy in 2019 but I haven't been directing or closely involved since the beginning of last year I still support and whatnot but I'm not with AUB anymore so these are all my personal takes on what I've been involved with and also some of the lived experiences that we've had so this is the clicker where did the clicker go I don't know if I'm gonna use it but okay next slide in the north okay so here you're seeing one common theme I'm not going to say that it's you know the reason why we have the absurd state that we're in in Lebanon right now but it's definitely core which is a neoliberal experiment you know that so many have written about you have many many academics and many many journalists that have taken up this issue and talked about how Lebanon is a really good example of neoliberalism failing so I just want to highlight some of that again for the sake of time I'm not going to get too nuanced in what's driving the different issues but here's here's one that we can definitely agree on and and one thing that's fascinating in this country of ours is of course because of that neoliberalization you've had a massive amount of privatization and as we just heard we have privatization that's leading to many many failures we have many infrastructure works that have been built and never turned into anything I got interested in this one this is in when I was staying in a house in a valley down there and I went down to the river and it smelled majorly of wastewater even though it's a very beautiful pocket of the country for those who know it and you know hiked a little bit further to find what is a half built wastewater treatment plant that was fully funded though and so this is just one of many many examples that we see across the country of a successful project for its clients but we have to ask ourselves who are these projects serving and how do we make them more successful for those who live in and around these infrastructure works so yeah here's another fantastical thing going on right now which is the area of Beit Miri for those of you who know it which is one of the most affluent areas in the country which means that they produce a lot more plastic than the national average which is you know one of the most dangerous types of waste that we generate in modern day due to its persistence due to its behavior and ecosystems in our body we're breathing 10,000 or so microplastics per day depending on how urban your life is and all of this then is going into the Beirut River so this is one of the more beautiful parts of the Beirut River just 30 minutes out from Beirut and what you have here is a massive open dumping going on but at the same time a massive campaign where in 2016 Beirut was recognized as the first zero waste municipality of Lebanon and so this is you know again the absurdities that we live in and there's still regular posts put up about how much they're recycling and composting and if you're caught filming this I mean these are some of the community members that we're working with that are hiding behind a pole filming this you know it's not going to be a good thing so obviously the outfall of this is what I'm standing next to down there in the Beirut River valley and I mean this is four meters of plastic you know and this is on every single tree throughout this entire area until you get to the Mediterranean and so this is in 2016 right when they're announcing you know first zero waste municipality in Lebanon this is a massive landslide that happened from the open dump and what I've circled there this is a photo I took inside the municipality of a village that is constantly putting up court cases against this village and they didn't even notice that in you can't see it maybe very well either here but they didn't notice that they actually have in their municipality a massive lake that formed because of this trash landslide that then reached a critical mass and exploded into the river valley and that's why you have four meters of plastic on some of these trees so they actually have a photo of it in the municipality we later found it and documented it through Google Earth imagery and remote sensing but this right here that you see on the right with I guess my arrow when I took the screenshot sorry is three weeks ago or four weeks ago another landslide happening so 2016 we've been warning about it we've been talking about how this is going to happen we've met with the mayor of and told him that this is all happening and yet what can we do and different things and so you're having another massive landslide likely that will lead to another lake likely that will lead to another massive influx of plastic throughout the arteries of our country what is the community that we're working with trying to do of course they feel quite helpless amongst all of this issue and they're inspired by how the trees are collecting plastic and they're trying to come up with a mechanism for collecting plastic in the river but it's really like taking a drop from a pollution conveyor belt and we know that very well let me know at any point because I didn't realize there's two phases so maybe I'll stop at some point and then pick up on a couple other stories if I have time this is in what you're looking at here is the largest continuous conifer forest in Lebanon I mean this is our biodiversity hotspot in the country this is where we find the most ecosystem services these are the ways by which people benefit from nature the highest density is in this area and we're seeing a lot of scary scary amounts of clear cutting happening here terrible for many many reasons also understandable for many many reasons because the price of wood has surged in the country and also people can't it's cheaper to burn wood than it is even though it's soared still cheaper to burn wood than to burn diesel and so you have many many of the locals relying on wood and also exports of this wood even going to Cyprus so it didn't used to be an exported commodity at this scale and so what we're seeing and we wrote about this with the ARI of course and happy to share it with anyone who's interested that bar on the far right is not in the ARI piece because Global Forest Watch just published their 2022 data set but you can tell both of those bars are way higher than the last 20 year average in 2021 we saw 12 times higher than the 20 year average of forest cover loss those are really crazy numbers I mean that is you know a bar graph sometimes does a good job of letting you know why this is so abnormal and this is a 5% loss of the forest cover in one year I mean do the math for a few years what are you seeing in 2022 you're seeing about a 3% loss that's just because of the scale of fires that were less in 2022 than in the previous year but yeah there's a big intertwinement between fires and clear cutting and this is something we talk about in that piece with ARI is how essentially what's going on is people armed with machine guns are coming into the forest and are very systematically clear cutting it and anyone who gets in front of them will have some serious issues to deal with and some of those people that get in front of them are firefighters that are trying to go up to put out fires that they may or may not be arson and you know we may or may not know who caused them but you know these there's there's allegedly cases of firefighters getting stabbed because they're trying to go up to put out fires so a lot of money being made obviously off of these trees and a lot of concern from the community so what we're doing here has been primarily nurturing social backlash so here you're seeing the result of the community team that we're engaged with in this area producing learning GIS working with two experts that they've been working with now for almost two years learning GIS and essentially defining what are the different eco zones zones of different kinds of life and different kinds of conditions and they've also done transects to figure out what's the regeneration of one of the key trees in this forest which is shuh or the cilician fir and then what you're seeing is the community getting involved they're coming up with all of this stuff by the way they're thinking about what we need to do to meet this goal of nurturing social backlash and what they're doing here is they are working with schools who when I was there during one of the sessions they're giving at the schools one of the teachers is calling out some of the kids saying you're going with your dad and I know you're going with your dad to cut the trees and the kids standing up I tell my dad let's not cut it from the bottom but he doesn't listen to me and then we're talking with the teacher afterwards and she's like what do I tell him when his dad is barely able to make those ends meet every month and they need to cut trees to maybe sell a little bit and heat their home I tell them cut the tree with your head lifted high but let's see what else we can do so these are the tricky things that we're dealing with okay I'll just finish with this one will be done and then here you're seeing our minister of environment Dr. Yassin who came up to pay a visit to all of this local mobilization that's going on and he just finished telling these community members about why it's so important to make a nature reserve and how for every dollar invested in nature you get $10 back in ecotourism and I don't know what and then one of the local elders stands up and says we don't need to be convinced we're now convinced why we need to protect this forest so let's figure out how you know and that's the first time after decades of them campaigning or experts campaigning to make a forest in this area and the last slide there I mean the last photo is us doing some reforestation with some of the kids and them putting their names on but this helps actually with that goal of nurturing social backlash in a place where you don't have good governance or any sort of real governance going on in the forest so the community rising up against these people is the best chance that we have to protecting this area so I'm going to stop there thank you so much Sammy this was really interesting especially when it comes to the ownership of local community to their land and this is what this project is trying to do and this example also I wanted to highlight that cutting trees is also a climate issue because forests are carbon sinks and we don't see this globally but the whole violation against forests and cutting trees and all these violations are also contributing to climate change even if we are the victims and we are not the historical emitters but we are the emitters in the future so yeah our next Siobhan is with us he couldn't unfortunately join us so he will join online Siobhan can you hear me yes yes can so thank you for joining us Siobhan will be also speaking in english also he's also a researcher thank you thank you thank you thank you for the kind introduction and thanks for uh ori and for organizing yet another edition stellar conference in my in my brief introduction or intervention remarks i will be i'll be hoping to slide on the challenges facing activists and the threats and that activists and civil society organizations endure especially in in recent years so in iraq the political landscape remains fragmented across the board both in iraq as well as in the kuristan region in the north and part of these challenges of a fragmented political landscape stems from the fact that iraq is divided across but you have a federal government that controls iraq letharaj and then you have the regional government in the north that that is in charge of the kurdistan region the three provinces in the northeast of the country the fragmentation of the political landscape has given the political elite in both iraq as well as the kurdish region unique opportunities to co-opt dissent and leverage and manipulate social mobilization including protests and at times also to develop counter narratives and also inform repression tactics and techniques to crack down on protests we've seen for example in recent years mass protests raging and gripping iraq most recently was the mass mobilization in 2019 or which was later known as the october 2019 revolution or october revolution and this protest movement that basically brought down the government at the time was soon co-opted by the sadrist movement as part of the power struggle as the sadrists were kind of vying for influence and power and aimed at kind of turning that mass protest movement to influence and to form the next government prior to the elections and again in the Kurdistan region a similar dynamic is at play where we have the legacy of the two one-party led enclaves in the Kurdistan region that led to the in the wake of the civil war that led to the establishment of two one-party led state led governments one in the north one in the eastern part of the Kurdistan region all of these dynamics still remain embedded in the political system which has hampered and impeded the establishment of a fully autonomous and a unified civil society which remained one of the most significant barriers for social mobilization and for civil society organizations and in other words for collective action and that's why oftentimes when we see protests in Sulemania we don't see any when we see in recent years most of the protests in the Kurdistan region kind of limited to the eastern part of the region in Suleymaniyah in the towns surrounding Suleymaniyah while in Erbil and in Dohuk the streets remain eerily quiet despite the fact that the challenges remain the same and the people across the board share similar governance challenges the same can be also argued and said for the country as a whole when we saw the when mass protests were gripping Iraq in 2019 that continued for several months and beginning of 2020 before the pandemic the streets in the Kurdistan region remained quiet because of these fragmentation of the political landscape kind of two social contracts have emerged where the Kurdish elite have a social contract with their own population in the north and the rest of the country have a social contract and a governance structure with the federal government in Iraq in addition to that there are also other challenges for activism and social mobilization and activists another one is social organization and social mobilization and their intermediaries such as civil society syndicates unions media outlets and so forth are all permeated by clientelistic practices of the political elite and the political parties which have made it difficult to aggregate policy preferences and also efforts that would overcome the barriers for collective action for example you have social organization and civil society activists that are concentrated on Basra or for example in Soleimani but there is not so much connections across the board because of the challenges for social organization as well as the fragmentation in the political landscape so we have also seen in recent years how the elite for example have been able to constrain protests in certain localities for example in 2015 most of the protests were focused in Basra as a result of the contamination of the water source and the mains in that province but there hasn't been much in the north of the country in that time now moving forward another major challenge especially in the wake of the mass protests in 2019 it's the securitization of the public space and the rising cost of defense of dissent across the board when we have seen the response of the authorities to the mass protests of 2019 in order to the October protest movement where the crackdown was pretty heavy and the forceful response by both official and non-official security forces were widely documented by rights organizations such as Amnesty and Human Rights and the human toll of that crackdown was also pretty high hundreds if not more were killed and many more injured as a result of the crackdown to the protest movement and again in the wake of that mass protest movement in the wake of the October protests the cost of dissent has risen considerably in fact in the Kurdistan region the space has become even more tighter to organize and to express to expression of any voices of dissents we have seen activists and journalists and protest organizers across the country face intimidation campaign especially in the lead up to the 2021 general elections in Iraq in the Kurdistan region in fact with the coming up of the new kind of group within the ruling party of the Kurdistan Democratic Party the cost of dissent has risen considerably in fact there has also been protest repression in the Kurdistan region especially when in 2020 civil society organizations activists and protest organizers attempted but failed to organize protest in the hook the campaign of crackdown and intimidation has been pretty severe and widely documented by again rights groups and especially the case of badinam protests is very well documented by rights groups so all of these two kind of picture to paint a rather grim picture of what are the challenges that activists including environmental activists and social organizations and civil society actors are facing in Iraq as well as in the Kurdistan region now my last point will be about climate change and climate activism of course to the themes of the conference now across the board climate change seems to have offered both the government as well as the activists kind of an opening because climate change and environmental activism is seen to be not necessarily overtly political so both activists social organizations and civil society organizations as well as officials government officials legislators and MPs and so forth are all seeming to be able to voice their concerns and talk about the ensuing challenges of climate change whether these are internal especially those that are related to the slow and both slow as well as rapid onsets of climate change but not so much focus has been given especially by officials on the failures of governance that relates to climate change and environmental degradation in Iraq but in fact most of the focus is kind of on the natural kind of hazards or the natural phenomenons of drought and heat stress and stunt zones but not so much focus are given to the failures of governance that accentuate the challenges posed by climate change now my final point will be again it seems that climate change and climate activism has provided an opening for many social activists civil society organizations and environmental activists because climate and environment is not seen to be overtly political like for example corruption or mismanagement and lack of say basic services that we have seen most of the previous mass protests to focus on now my final point will be again on some of the work that we have been carrying out in collaboration with of course Bush Tuftung and our local partner in Nineveh Tahrir Association for development again why the north of the country or why Nineveh again most of the work so far that has been carried out by UN agencies and international organizations and even local and international researchers seems to or tends to focus on the south of the country where again the challenges of climate change and the symptoms have been pretty acute but similar dynamics are also the case in the north of the country but it's less research and less focused on the Nineveh plains and especially the province of Nineveh is the bread basket of Iraq where agriculture and livestock farming are the main economic mainstays for many communities and households across the board of course Nineveh was overrun by IS in 2014 and the damage that the conflict with IS both the occupation of IS as well as the campaign to drive out the IS militants out wrote significant destruction into the landscape as well as of course the environment in Nineveh for example IS destructed most of the irrigation channels and wells and vandalized many other as well as many other water sources and pumps and stations and so forth so the destruction has already been quite acute in the Nineveh province so our work has focused on surveying the land escape the households and the communities in the province to understand what are the priority areas and the main concerns of communities and households in the province and fortunately it seems that despite the fact that agriculture and livestock is the main economic mainstay but climate change is not seen as the main priority concerns to many communities but rather it's actually the economic opportunities or lack thereof such as job opportunities and employment as well as the lack of or the inadequate basic services such as access to water electricity health and education and sanitation seems to be still the main concerns of localities and communities across the board while of course these communities acknowledge that climate change impacts such as heat stress drought and sandstorms are becoming increasingly more frequent and more acute but the priority concerns of many households still remain access to jobs and livelihoods as well as to social services and again that's not to say that communities do not relate and appreciate the significant impacts of climate change and it's of course interconnections with the structural issues and the destructions that were wrought by the so-called Islamic state but the priority areas still remain livelihoods as well as access to main basic services for households and my final point will be of course based on the research that we have carried out in Nineveh we have designed and facilitated community dialogues both in 2023 as well as in 2022 and again that was a project that we led in collaboration with Bush Tuftung as well as our local partner Tahrir Association for development the work has generated a lot of enthusiasm and engagement both from the community members as well as the local authorities that are related to the issues of climate change and environmental degradation I'm going to stop there and in the next round I'm happy to elaborate on some of the points that I have highlighted in my intervention Thank you Thank you Sivan and since you are online I'll start with you maybe to touch base on a few things that you said but you can drink your water until I finish my question so yeah you talked about the segmentation in Iraq and I see that the difference between the areas that Azhar covered in his presentation and your presentation so you can see the different perspective between north and south in Iraq especially when it comes to climate change but my question to you Sivan it's really interesting to see that civic space is shrinking you have a lot of uprest you have a lot of issues with mobilization around civic space and human rights but there is a space for climate change activism in Iraq and it's a country that's heavily dependent on fossil fuels so it's just a matter of time until there will be a crackdown on the activism of climate change in Iraq so what would you suggest the good tactics to start with to support the activists in Iraq like creating new safe spaces or maybe just to speak about climate change as emissions without talking about just energy transition without talking about climate justice without talking about human rights because this happens a lot with countries who are dependent on fossil fuels in the region talking about climate change in silos from any other issue so like as a researcher who is heavily involved in the area how would you think should the climate activism shape and maybe some recommendations to the young activists in the area this is a very good question but I have also to acknowledge it's a rather difficult question in a sense that I as a researcher not necessarily face these challenges in terms of crackdown or kind of intimidation campaigns as many journalists and activists face but maybe I can put it in this way I think most of the challenges for when it comes to the disconnection between the authorities and stakeholders in the government and so forth as well as on the other hand on say journalists activists and so forth stem from lack of engagement and communication and of course there needs to be a political will for communication and engagement to start with then of course with the hope of addressing some of those rather acute challenges that are stemming from the climate change and its impact I can only say that based on our work in 2023 and 2022 having organized community dialogues as well as dialogues with community leaders i.e. officials subnational stakeholders in Inua that brought them together in a roundtable with activists community members farmers and journalists there was a high level of engagement and there was a political will and willingness to interact and communicate and with the hope of of course identifying community driven solutions and facilitating citizens and community engagement with government stakeholders in addressing those challenges so i think if there were to be more willingness political will on the side of officials and government stakeholders to be communicating and engaging and interacting with civil society with communities there would be hopefully a more open environment where basically journalists activists and community organizers were to be seen not necessarily as challenging as the authority of these officials and government stakeholders but rather they will be seen as partners in helping addressing some of those challenges including in terms of basically raising awareness of communities and challenges are pressing and acute it would take government to take action but it would also take citizens to be responsible and basically to basically moderate their behavior as we call it to basically address some of and hopefully lessen the impact of the human behavior and humans conduct and not necessarily in terms of waste in terms of sanitation in terms of using some of those resources such as water and so forth in a way that is responsible and it helps the authorities in fulfilling some of those objectives in the next session about accountability and the role of government so thank you so much I'll move to and I'll shift to Arabic now that yeah Azhar كيف بتشوف أو النصيحة اللي بتعطيها لل لليافعين واليافعات اليوم اللي بدهم متحمسين وصحفيين وبدهم يشتغلوا على القضايا البيئية بالعراق وبالمنطقة ففي أي هيك نصائح بتعطيهم ياها كمناضل يعني بالمجال شكرا جزيلا على السؤال هذا السؤال جدا مهم وما هو إلا خلين نقول خطوة أولى في اتجاه إيجاد بعض الحلول للقضايا البيئية في العراق لأنه مناقشة القضايا لوحدها دون مناقشة الحلول لا تكفي طبعا بالتالي هذه فرصة بأنه هناك يعني خليط كبير من المجتمعات والمنظمات موجودة في هذا المؤتمر في العراق نحن بحاجة إلى تدريب توفير تدريب جيد إلى الصحفيين أو الناشطين البيئيين والمدافعين عن قضايا التغير المناخي والبيئة في العراق لأنه لا زال هناك يعني حاجة ماسة للخبرات في العراق وبالتالي النصيحة الممكن أن أقدمها إلى الشباب والصحفيين المهتمين في قضايا البيئة والتغير المناخ هو التغطيات الدقيقة والصحيحة إلى القضايا البيئية على سبيل المثال في الإعلام العراقي هناك توجه قليل جدا لقضايا البيئة دائما ما تكون الحصة الأكبر في السياسة والاقتصاد طالما هي حديث الشارع في العراق لذلك لا تجد القضايا البيئية والتغير المناخ مساحات كبيرة في السوشال ميديا والتلفزيون أقصد بالتغطية الصحيحة هو دائما مثلا نحن الآن في وسط الشتاء يقوم بعض الصحفيين أو الناشطين في زيارات مثلا الأهوار والتقاط صور وفيديوهات ونشرها بأنه عادت المياه إلى الأهوار الحياة عادت كل شيء تمام وبالتالي هذا يضر البيئة أو التغير المناخ قضية التغير المناخ في العراق لأنه قد تستقدم هذه الفيديوهات والصور ذريعة من قبل الدول المسؤولة عن ما يحصل في العراق بموضوع المياه وبالتالي انظروا هذه الفيديوهات وهذه الصور دائما ما تعرض مثلا في جلسات المفاوضات ما بين الحكومة العراقية والدول المنبع نحن بحاجة إلى الماء فربما قد يستخدم الطرف المقابل هذه التغطيات المغلوطة بحجة أنتم لا هناك مياه في العراق مثلا فهذه نقطة النقطة الأخرى هو التركيز على القضايا البيئية في السوشال ميديا لأنه لا يعني بأن ليس هناك مساحة في المؤسسة التي أعمل بها لنشر هذه القضايا بأنه خلاص أنه أنا لازم يعني خلاص أقف مكتوف الأيدي لا أستخدم السوشال ميديا والمنصات الشخصية أيضا في الترويج إلى هذه القضايا من أجل انتشارها بشكل أوسع في النطاق المحلي ثم الإقليمي الشيء الآخر هو المشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات التي تحدث داخل العراق وخارج العراق لأنه هذا بالتالي أنا اليوم أستفيد من خبرات الجميع والجميع يستفيد من خبراتي وبالتالي نحن نتشارك المعلومات من أجل مناصرة قضية البيئة والتغير المناقي بالمقابل تعريف الناس أكثر بما يجري في العراق بصورة أقرب وأوضح الشيء الآخر هو القراءة والمتابعة دائما ما يتم نشر حتى في الدراسات والأبحاث والمقالات أغلبها تكون إذا كانت طالعة من داخل العراق بتكون فيها شوي سطحية وبالتالي يحتاج الناشط والصحاب العراقي إلى مزيد والتعمق في البحث والنشر في قضايا البيئة بالنسبة للناشطين أنا أشوف من المهم جدا وهذا الشيء حصل في تظاهرات تشرين هناك بعض الشعارات والحملات الضغط والمناصرة في مواضيع المئة البيئة ولكن هناك بحاجة ما السئلة أن تكون هناك حملات ضغط ومناصرة مستقلة فقط متخصصة في قضايا البيئة الشيء الآخر هو فتح التعاون والحوار ما بين جهات المحلية والمنظمات والناشطين مع الحكومة العراقية بالتالي هذا أمر مسلم به هي أصحاب القرار وهي أخلي نقول الصوت الأعلى أكثر تأثيراً في هذا الموضوع وبالتالي ضرورة هناك أن يكون تعاون ما بين المنظمات والناشطين والصحفين مع الجانب الحكومي والشيء الآخر يعني نفس ما اتكلمت بأنه كل هذه القضايا مهما صار هناك انفتاح وتقبل ما بين الناشطين والصحفين مع الطرف الحكومي هذا أيضاً رح يساعد الجانب الحكومي بأنه يشكل فعلاً ضغط كبير جداً على دول المنبع من أجل يعني منح العراق الحصة المستحقة من المياه وهذا بالتالي قد يحسن بيئة العراق بشكل كبير جداً شكراً 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 أزهر بدي أنت إلا سامي سامي استوقفني آخر السلايد اللي حطيته عن التيتشر اللي عم تحكي مع الأطفال وبتطلب منهم إنهم ما يقطع الشجر بس بنفس الوقت ما في حال تاني فمن تجربتك خصوصاً على المستوى المحلي ومن تجربتك الشخصية كيف بتقدر كيف يتم الموازنة كصحفيين أو كباحثين الموازنة بين القضايا البيئية والقضايا الأوسع والأشمل مثلاً القضايا الحقوق الرئيسية كالحق في العيش الحق بالعيش بأمان الحق باللقمة العيش زي ما بيحكوا وكل هاي التفاصيل فكيف يتم الموازنة يعني لما لما وصل الوزير ووصل يحكي لها المجتمعات المحلية يقولهم إنه إنه انتوا اللي بتملكوا هاي الأرض وانتوا يعني أكيد هاي رحلة طويلة فكيف وصلتوا لهاي المرحلة وكيف يتم الموازنة بخلال هذا العمل Yeah, it's working Should I go to my slides and tell a couple other things to answer this question a little bit more Okay I'll definitely beat around the bush so far while it's loading okay okay so so this is I think one of the very tricky oops okay so one of the one of the ways by which there's this there's like a lot of tension between how again we would imagine it as experts or as people that have you know disciplinary knowledge in what is like I said before good governance or what is you know this kind of political processes or legislative processes that we should go through and we bring that baggage to the table when we work with these communities so for example in this community in Mount Lebanon what the community team was able to bring forward is a solar pumping system and Kamen I'm your words yesterday Nadeem are echoing in my head which is is this good is this bad I mean there's there's a lot of unintended consequences that come with this as well they are the first community in the area to put their straw into the aquifer and now they have a you know a kind of a limitless well at least eight nine hours a day of electricity to just pump you know which is getting people water that haven't had water but then you have to ask yourself about equity when it comes to neighboring villages at the same time you know there is there is major benefits for this community no doubt people are saving around 70 bucks a month people are able to get water once every two months instead of I mean once every three days instead of once every two months for those eight months of dry season in Lebanon where they're normally water trucking but one of the things that's I think really again tricky and we were talking about this before is you have sometimes these political alignments that create security around infrastructure works that you're doing and you have to kind of be very cognizant of those going in because in this case for example I mean there's a very large majority of a certain political alignment and they were you know imposing themselves on the project in extremely egregious ways that I will not necessarily go into but you know putting themselves there as much as possible and we were you know dumbfounded about what to do I mean we were we had to constantly be thinking about this and ultimately what we settled on is let's not push against this way too hard because if we do I mean they are the security for these solar panels and the inverter system and whatnot not getting stolen you know and if this if there isn't a sense of local ownership behind that then you're dramatically increasing your risk of this system not giving the water to those community members that it's supposed to so that's one of one of the things I wanted to mention another is in in the area of Dhanniye in a village called Harfbayt Hasna which you won't find on the map which doesn't have a municipality which is you know very much marginalized and just people have been kind of haphazardly if you will developing there and what's really really interesting is that I know you've done work on this actually what's really interesting is that there was a dam built at the top of Dhanniye okay I think it started in 2006 or so and the community credits the community credits this dam for coming up with the idea for how they're gonna better their rainwater catchment system and they they credit the failure of this dam in other words the dam what they were doing as you were saying we have a karst topography which means we have a lot of water that's going into the ground and it doesn't hold on the surface as well as other places and so what they were doing in some places is putting plastic liners down and the community was like you know that would be amazing if we put plastic liners down on our little rainwater catchment ponds and this community of 5,000 people has about 400 of these rainwater catchment ponds I mean this is just one little image that I took from Google Maps but there's so many more and the way they've engineered them is really clever they catch stormwater coming from the streets primarily and they also filter it a little bit with a small pond before it goes into the big pond and what that does is it allows the water to go in settle a little bit and a lot of the suspended material at least falls before it goes in and gets stored and this is completely changing their life I mean this is why they're able to survive in this area this gives them one or maybe two more crop cycles which is of course huge and yeah this is an article that AP did on the area and a photo by saint okay so that's just a bit on that I think I only have two other stories so let's see if we can get through them another one is from this power ship given by the Turkish it's a Turkish company if I'm not mistaken in in 2013 this arrived in which is below the community that we're working with which is Barja and this power ship is essentially coming in and the general manager of the electricity duliban our electricity government business I don't know what says that this is going to alleviate the pressure that we have this summer because all the tourists are coming again and you know the rolling blackouts in summer so we're bringing the ship in for the summer to make it a little bit less electricity cuts and it lives in Lebanon for so long it's supposed to be a very transient thing but it finds a great home here they put a flag on the front of it you know to show their love for it and it stays until 2021 when Lebanon started defecting on its payments and then it sailed to another country that's dealing with rolling blackouts and so in this community of Barja which you also have I should say a huge cement factory also there and they're dealing they're sitting uphill of it so the predominant wind direction pulls all of it towards this community and they're of course suffering from particulate matter pollution primarily that's one you can really feel and others of course like the increased cancer rates but it's hard to establish causality sometimes on what that's from so what to do and this goes back to the question I was asking Mac which is what do you do in these very very helpless situations we don't have much to do let's be really honest with each other and these are grand challenges at a local level and we have grander challenges of course at a global level so what could we do is at least find a plot of land public land that is they worked with an atmospheric air modeler in this community for again about two years to find a plot of land that's a little bit away from where the major pollution is going and to create a micropark you know where people can just catch a break from all of that and they designed it themselves so of course the community team is coming up with the ideas but then they went back to the community and were like what do you guys think should we do trees or should we do this kind of tree so also to give the community a little bit of agency and otherwise no agency situation where they feel like all of this is imposed on them yeah I think this is my last one which is just some time that we recently spent in Ayn Ata which is in the southeast of the country so this point where we're taking this photo from is about 10 minutes from Shaba Farms area and Kfarshuba Hills where is one of the main areas that is getting pummeled with bombs of course and so yeah we were there from October till December you know and what the community is doing is abandoning their lands that are up in these areas out of fear that they'll think it's suspicious activity and target them and that's really a dangerous thing because our lands have been worked for so many thousands of years that actually the ecology does better when we are doing our traditional practices in the lands and that's well documented by major conservation bodies like IUCN and others and you know abandonment of these lands leads to more biodiversity loss which we cannot handle more of that we talk a lot about climate change but of course it's intertwined with biodiversity loss so people are abandoning their lands and what they're doing is they're going to areas that are less at risk of getting targeted and they're not their lands so they're you know splitting the crop they're working for those other people landlords and splitting the yield but one thing I want to end on which I think is fascinating and it reminds me of the talk we were having about ecologies of resistance is the reciprocity that's going on in this area so you really have a massive amount of and so much giving and taking from one another and everyone has an impressive stock of legumes and grains of many kinds and everyone has someone who has goats in their family that gives them milk and cheese and all of these things so they're just constantly exchanging it with each other and so these people that are not able to get as as much as they would normally be getting from their lands that they've abandoned are not deeply troubled as much as I would have imagined because of the reciprocity that is very much going on there so you know these are some of the beautiful things that I think hold a place that should really be a lot more troubled than it is together Samie this is a good note to end with it's not that yeah سعدة please خلصي لنا عايشي هيك إيجابي لأن كميت يعني هذا حس كقابل سيشن بس هو هذا الوضع الحالي للأسف حاولي هيك جملي الأمور سعدة إذا هيك في كلمة أخيرة تحكيها وكنت بدي أعلق عشغلك وكيف أنت بتشوفي دورك كمناضلة وكصحفية بإيصال صوت المجتمع المحلي لصناع القرار وكيف بالنهاية كيف بنقدر كيف بقدر السكان المجتمع المحلي يقعدوا على طاولة القرارات لأنه هذا الاشي لا هلأ مش موجود بالوطن العربي بالوطن للمحل وصناله هلأ يعني قداش صارت الأضايا البيئية ملحة ومرتبطة باستمرارية هذه البشرية ولا لا يستوجب هيدا الشي كلنا نتعاون حتى نكون عم نحط خطة متكاملة من المجتمع المحلي للمنظمات اللي عم تشتغل للخبرة للصحفيين للناشطين مثلا لما من بدياتنا صايح للناشطين نحنا ما فينا كصحفيين اشتغلنا سوري اشتغلنا يعني أنا مثلا أنه صاري 30 سنة عم بشتغل أنه أنا خبي خبرتي المنظمات ما فيها تخبي امكانياتها عن الناشطين في سيبي بدأت تركب نحنا شوي عنا تجربة لحيحكي عنا بمرج بسري يعني نحنا مقدرنا نربح مع معركة مرج بسري وكنا جزء كبير منها كمفكرة قانونية إلا لأنه رحنا بسيئات متوازية كلها سوا الخبرة كنا عم يعطونا المواد العلمية لنقارع فيها مش نعارض لنعارض أنه هيدا ممنح السد ليش ممنح لازم يكون عنا مستندات كنا نطلع على التلفزيونات مع وزير الطاقة نحشره بالزاوية قدام كل الناس لأنه معنا كل المستندات اللي بتقول الزلازل وين عندنا خبير كان دكتور طوني نمر بالزلازل دكتور سامير زعاطيتي بجيولوجيا التكوين تبع بسري الدكتورة ميرنا الهبر سمعان الهبر بالموارد الطبيعية وكيف بده يدمر كل الأسس تبعا الناس اللي عادنا معهم نحنا أنا عادت معهم كمفكرة قانونية عملنا عدد كامل عددنا الفصل المطبوع مع الانترنت بس عن المرج وأهله الضياع البلديات الناشطين كنا عمل نسق مع التحالف العربي 33 جمعية يضغطوا معنا بالبنك الدولي بأمريكا كل هذه المعطيات كان العدد هذا موجود على طاولات البنك الدولي لما قرر وأنه يوقف التمويل لسد بسري والناشطين واجتنا انتفاضة 17-20 لما رحنا كلنا سواء على المرج وجبرنا المتعهدين والدولة يسحبوا الآليات تبع الزد ما فينا الناشطين ما فيهم يكونوا لحالهم إذا ما كلنا عم يشتغلوا على البيئة والموالد المالية اللي عم تجي تكون عم تتوظف لحتى تعمل سيبة لهيدا الشغل ودعم ونقوي يعني أنا مثلا بدي أحكي لكم أنه شيلوا مرج بسري مثلا الكورة كان عم معمل الإسمنت اللي حد برجة هو سبلين بالكورة في اتنين لأنه السلطة عاطية سبلين لواليد جنبلات اتنين الهونيك لسليمان الفرنجية والبطريقية المارونية وبياخدوا منهم كل السياسيين من مجلس النواب بقلب بقلب شكة واللي دمرت كل الكورة لما عملنا عدد عن الكورة وعادنا بالكورة شي أربعة شهر أهل الكورة نفسهم فاقوا شايفوا حالهم بالمرأة يعني نحن حتى المجتمع المحلي متطرين أوقات نحمله مرأة ومفرجيه هو وين قضياء وين نوعيه نفس الشي بالانتفاضة لما صرنا نعمل طبعا لأنه كان مثلا زعيم الشوف واللي جنبلات لأنه نحن كلنا البناطق من عدد قدرين يطلعوا بالفكر من التبعية بيلحقوا زعيمهم من دون استثناء بالطواقف اللبنانية ونحن أول شغلة منتهم فيها أنه منحارب بالسياسة مثلا عرضنا مرش بصري لأنه جبران باسيل تبعا التيار الوطني الحر هو كان بوزارة الطاقة وهني مسكين بوزارة الطاقة أغلب الأوقات تهمنا أنه نحن عم نعارض جبران باسيل مش السد نحن أخر همنا جبران باسيل همنا وغيره مش بس هو نحن بهمنا الأرض والناس وهيدا البلد فبالتالي بدنا نشتغل على كل ناس سوا بندون استثناء نركب سيبة تكون مدعومة بكل هودي العالم مع أهل الأرض وأهل القضية لحتى نربح بالآخر ما حدا هيشتغل لحاله ناشط ما حيوصل صوته إذا ما كنا عامل مكنه الصحافة إذا بخلت علي بالتمتين الناس اللي بتمتلك موارد والمؤسسات ما حفي كمان يكون قوي وبدوا يعمل جهد وهو ما بده يبخل ما في شي بينشغل على التليفونات العالم على الأرض بدنا نكون مع الناس بدنا نكون مع العالم كمان أحيانا نضطر نستعين بالخبرة هوا الخبرة كمان بده ندعم اللي بده يعمل دراسة ممكن ما يكون عنده بس الموالد هو لوحد وكذا فبدي احكي عن العمل المتكامل لنربح وصير عنا أمل حكيتي كل إشي بعد حكيتي كلمة أمل كلمة يعطيكم العافية جميعا هلا نفتح المجال الأسئلة والأجوبة وبعدها في كوفي بريك صح ف نبلش من هون مرحبا يعطيكم العافية صباح الخير شكرا كثير للمؤتمر بدي أحكي برضو بأشي موجز طبعا أنه المشكلة ببساطة تكمن فينا نحن بش بس بأصحاب النفوذ وهناك حل لكل مشكلة بصراحة أنا لم يتسن لي زيارة العراق ولكن أنا أخذت مادة دراسية بالجغرافية عن الأهواز اسمها أهوار بس أعرف أنه هل هي مناطق رطبة ما أعرف أنا جاي الصراحة أتعلم وأسألكم وفرصة يتعلم هل هي مناطق رطبة أم واحد أم ينبيع أم مجرى سيول يعني مطرية وهل هناك في حلول أنا أشكر جدا طرح المشاكل ولكن بدي حلول أفكار بدعية يعني ممكن أنه ينضرع ورز مثلا الجفاف له حل مثلا أو هيك أنا لم يتسنى للعراق وأتحسر لكني مهتم يعني صراحة وبرضه في موضوع لبنان ولم يتسنى لي زيارة لبنان وأتحسر وإن شاء الله بزورها أنا بسمع من تمرات بيئية كتير أنه حتى بيروت فيها تلوث وفيها تلوث بصري عمراني وفيها غبار وللأسف يعني وفيها كمان مكبنفايات على الساحل البحري ولكن بصراحة أهل لبنان شرواكم أهل إبداع وذكاء حتى المختربين البر وناجحين في الحياة يريد أن يكون في مبادرات ذكية أنه يكون مثلا موضوع بيئي يعني يعني تدوير النفايات يحلوا مشكلة نفس الأهالي أو أفكار إبداعية ومثل ما فيه بصراحة عفو يعني للجرأة مثل ما فيه مافيات إجرامية تعمل بذكاء إحنا لازم قطاع البيئة نعمل بذكاء أفكار إبداعية يعني أنها بدأت طرح أفكار وأسبع أفكار معلش مثلا لما يقطعوا الشجر هذول المسلحين أنا ما بعرف لبنان وبعرف الواقع السياسي المر فيه يكون مثلا أفكار كيس بدور مثلا الأرز أو الصنوبر كيس بدور تنثر في الغابات في الجبال وتطع على حالها يعني العمل بذكاء ما بحب تكون قضايا البيئة تكون هيك مثالية وإنسانية وطيابة فبتعلي وبس حابت أشارك والله شكرا جزيلا وأحترم شكرا شكرا كثيرا طبعا نامعي مداخلة والسؤال المداخلة بس بشأن ربط مشاكلنا مع بعضها بالرغم أنه اليمن يختلف من حيث مصادر المياه عن العراق ولبنان اليمن لا يوجد فيها نهار ولا بحيرات يعتمد بشكل كل على مياه الأمطار والمياه الجوفية وبعض العيون التي تناقصت إلى حد كبير بالسبب الاستنزاف الجار للمياه الجوفية لكن المشاكل تتشابه مثلا من حيث الهجرة من الريف إلى الحضر هذا أثر إلى حد كبير على التقنية القديمة سواء فيما يتعلق بحصاد مياه الأمطار أو فيما يتعلق بهجر الأراضي الزراعية والمدرجات الزراعية والأسباب عديدة طبعا منها قلة الأمطار تقيير مواسم الأمطار التقييرة المناخية توفر الغذاء من الخارج بأسعار مختلفة أيضا فرص العمل في الحضر أيضا السدود تفضلت الأخت سعدان والسدود أيضا كان لها أثر سلبي وفعلا حتى في اليمن انشأت الأغراض سياسية وكانت موضى سياسية في مرحلة من المراحل بالرغم من أثرها السلبي الكبير سواء فيما يتعلق على من هم أسفل المصاب لأنه الناس يعتمدوا على الأمطار والسيول فالسدود الكبيرة بتحجز مياه كبيرة على من هم أسفل المصاب لكن أيضا بتشكل خطر خصوصا أثناء الفيضانة العالية كما حدث في السنوات الأخيرة أنهارت عدد من السيول وأثرت على من هم أسفل المصاب ولا تساعد كثيرا حتى في تغذية المياه الجوفية نظر الوجود الرغاس وبعدما الصيانة المستمرة بينما التقنيات القديمة اللامركزية الصغيرة التي كانت تبنى على امتداد المصاب كان الجميع يستفيد منها وكانت تساعد على تغذية المياه الجوفية حتى إذا أنهارت لم تؤثر هذا كالتأثير الكبير وحتى إعادة استخدامها يثم بطرق تغليدية وبطرق بداية وسهلة ولذلك كان لها أثر كبير حتى في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية ولهذا السبب ندعو دائما إلى إحياء التقنية القديمة السياسات لها دور كبير وأتفق كليا أن السياسات والإدارة إذا اشتغلت بشكل جيد أنه هيكل آثارها الإيجابي ربما يتجاوز الآثار السلبية للتغيرات المناخية هذه من داخلتي بالنسبة للسؤال للأخ أزهر فيما يتعلق الأهوار أنه تأثرت الشيء بسبب التغيرات المناخية ولكن أيضا بسبب الانتهاكات من دول الجوار فيما يتعلق بنصيب العراق من المياه فمن وجهة نظرك هل الأثر الأكبر بسبب تغيرات المناخية أم بسبب الانتهاكات من دول الجوار وهل هناك إجراءات حقيقية تأقوم به العراق فيما يخص المياه المشتركة كان معي زميل عراقي وستمعت أنه كان فيه هناك إجراءات لكنها إجراءات خجولة جدا شكرا كثيرا مرحبا أنا نجاح بتفك تماما مع الإشي اللي حكيتي أنه إحنا لازم نشتغل مع بعض مش بشكل أفراد لأنه أعتقد الحياة الفردانية أو الأفكار الفردانية هي ما بتفيدنا من مجتمعاتنا العربية وما بتوصلنا لمكان وزي ما بيحكوا بالبلد ما بتطعمي خبز فاليوم إحنا كمجتمع عربي لازم نتعاون أكتر مع بعض نشارك داتا تنفسيغيت أكتر لنطلع المعلومات اللي هي مثلا ممكن تساعد الصحفيين لإصالة الضوء على القضايا ولكن الإشي اللي أنا عم بفتقده هلأ اللي هو مشكلة الشباب بوقتنا الحالي إنه إحنا نفتقد كتير لدعم اللي هو مش بس الشبكات أعتقد فيه كتير شبكات شبابية بتجمع الشباب العربي مع بعض ولكن فكرة التمثيل فكرة وصول الجيل اللي إحنا هلأ عم نحمل الشباب إنه كيف ممكن نحمل رسالتكم ونوصلها ونظلم كملين على هذا الخط كيف ممكن هنكمل هاي الحلقة أو الدائرة لحتى الأشياء اللي أنتو عم تفكروا فيها وبتحكوها وبتبحثوا عنها إحنا كمان نكون عم نبحث عنها يعني أنا مثلا كشابي من الأردن فيه كتير تحديات عم بواجهها بأنه أنا أوصل لأماكن تعطيني موارد أو حتى تسمعني أو حتى تعطيني المساحة أنه أنا أكون موجودة كفرد مستقل بأفكاري بملاحظاتي بدون أي أشياء تاني لمن عم بنتم من عم بمثل بافتقد لهذا الشي بحب أسمع حلول أو مقترحات أو أي شي أنتو عم تشتغلوا عليه أو بتفكروا تشتغلوا عليه لأكتر جمعوا الشباب العرب مع بعض وأكتر تعطوهم مساحة اللي يوصلوا صوتهم أكتر وبس شكرا شكرا للمدخلات القيمة كان عندي سؤالين بالمبادرة لإصلاح العربي سألنا فترة ونحاول ندرس الناشطية البيئية Environmental Activism بالمنطقة والتاريخة والربارتوار الأفعال اللي عم بتقوم فيها وواضح والنقطة أساسية صالتت عليها هي الإدراع على التفاعل والعمل مع المجتمعات المحلية هلأ بس في شي ملفت للنظر حتى ببلدان اللي عندها تاريخ ناشطية طويل يعني اللبنان الحركة البيئية من الستينات بالقليلة وأخذت هي ده بس ناقص بالمنطقة عنا حركة بيئية قادرة تدمج بشكل فعال الأضايا العدالة الاقتصادية وبعتقد حكيته عنا شوي وواضح اليوم الموضوع باللبنان يعني ما سميه بفترة بالإنجليزي بالسبعينات environmentalism of the poor يعني نلاقي طريقة إن كان على الدسكورس لطريقة التفاعل ما نلاقي العالم إنه لازم يا بتقطع الشجرة يا بتدفي عائلتك بالشكل لأنه هيدا أكيد حتكون معركة راح نخسرها فيمكن السؤال اللي لكم وبعرف ساعدة أنت اشتغلت كتير بمناطق كمان فيها تهميش اقتصادي بلبنان وسامي وما بعرف التجربة بالعراق كمان هل عم بتشوفه طرق لي يصير فيه تقاطعية أقوى بين الأضايا الاجتماعية والأضايا البيئية ونطلع شوي من هالنظرة للحركة البيئية إنه شي حلو وشي مخضوم ومرتب وهال اليت يوصلت لحدود واضحة جدا السؤال الثاني مرتبط أكتر بالمساحة المساحة العمل والتهديدات الأمنية وغيرها كلنا بنعرف إنه عنا بالمنطقة وخاصة بالعراق فيه تهديدات أمنية وفيه مساحة ضئيلة ونفس الوقت نتمكن عم يقول شيبان يمكن المساحة البيئية كانت أوسعة شوي بمكان ما يمكن لأن السلطة ببعض الأحيان بتخلي العمل خاصة إذا ما قرب على المصالح القريبة مع أنه في كتير قضايا بيئية يعني بتدق بالجيبة تبع الأشخاص بالسلطة السؤال هو ما حكيته يعني كنت حابب اسمع شوي أكتر على الإدراء اليوم على هل عم بتحسوا بأخطار أمنية هل عم بتحسوا بما أنه الحركة البيئية عم بتبلش توعة أكتر أنه هيد القضايا مرتبطة بمصالح اقتصادية سيئسية واسعة هل عم بتشوف اليوم تهديدات أوصى يعني بعتقد سد بسري وصلنا لمكان المال في لبنان سأ في معركة مع السلطة واضحة بالعراق هل في مواضيع معينة يعني يمكن الأهوار في نظرة رومانسية لإلى بكافة البلد وعند المخبة العراقية بس بنافس الوقت عم نشوف بالبصرة سافي اختيالات سافي تهديدات أمنية لناشطين بيئيين ومنعرف أنه كمان في ترابط يعني مظبوط مشكلة الأهوار مرتبطة بالميا اللي عم توصل للعراق بس مشكلة كمان شبيهة للبنان اللي هي سوق الإدارة وأفضلية لمواضيع تانية فكيف المسيحة للتفاعل عم بتكون موجودة وكيف عم تقدر كناشطين كصحفيين وغير يعني تكفو حراكم شفاس شفاس do you have anything to add are you with us before we continue with our offline speakers I am with you but I have to say that I have to leave shortly but I do agree with the questions being raised there needs to be more focus on basically what are the challenges and impediments facing civil society activists and social organization but yes while as I was alluding to earlier while climate activism is not seen to be overtly political but we have also seen in Iraq as well as well as in actually in the case of the Iraq's marshes where activists being detained and sometimes actually disappeared for some time and there was a quite prominent civil society activist who was detained I suppose malicious last year and disappeared for he was in comunicado for at least a week or more if not more but I think Azhar might be able to shed light more on that but I think it will be challenging to find ways to if there is not to be communication and collaboration and engagement between authorities and activists if there were to be in roads and progress to be made without this collaboration and engagement I think it will be still challenging for activists to make an impact or from the areas of areas of of Iraq but it began to avoid the issues after the change of the the world and the and the areas of Iraq in the Iraq which began to avoid these the or the which are known by Iraq This is the answer the answer and the second I asked if there are there and there there ذلك يعني اعطي مثال لما انت اليوم تريد تطبخ رز انا احكي الامثلة بالاكل لانه احب الاكل فلما تريد تطبخ رز بس ما في رز فكيف رح تعمل رز مستحيل بالنسبة للاهوار اي حلول بدون ماء هي ليست حلول لانه كل شيء مرتبط في الحياة في الاهوار بالماء العمل الشغل الحياة التنقل حتى التنقل من مكان الى مكان في القارب فبالتالي حياة الناس يعني اصبحت جدا صعبة واصبح هناك شفتنج او تحول يعني اصبحت بيئة الاهوار المعروفة بطبيعتها الرطبة والطين والقصب بدت الحركة العمرانية اشبه بانه تتحول الى مدينة وبالتالي هذا ايضا يعني خطر على الشكل العمراني للاهوار وليس فقط على حياة الناس هذا هي الاجوبة للأسلة في سؤال ايضا الاخ من اليمن سألني هل هناك يعني ما يجرف الاهوار بسبب الانتهاكات او يعني او هل هناك اي امل او حلول صح هذا كان السؤال السبب متعلق اكثر بالتخيرات المناخية او الانتهاكات او الانتهاكات نعم طبعا هي احنا ما نقدر نحصر السبب في مشكلة واحدة عدة مشاكل لكن على رأسها هي الانتهاكات من قبل دول المنبع بالدرجة الاساس تركيا من بعد ما قامت ببناء سد اتترك مستغلة الحرب العراقية الايرانية انذاك فبالتالي وجدت هذه فرصة بانه العراق منشغل في الحرب خليني ابني سد فقامت ببناء سد وتم امتلاء السد عام 1991 وتم حبس المياه في 1992 بالتالي تأثر العراق شديدا بهذا السد مع سد اليسو يعني اكيد بالتأكيد هذا بالدرجة الاساس لكن الدرجة الاخرى هو ضعف المفاوض العراقي واصحاب القرار والسياسات في العراق امام يعني عنده جلوس على طاولة او الى طاولة الحوار للتفاوض مع الجانب التركي المفاوض العراقي متأثر بما يملع عليه يعني وخصوصا ان اتحدث به عند التفاوض مع الجانب الايراني يذهب المفاوض العراقي ملقا بما يتحدث ولديه حدود لا يتجاوزها بالتالي هي زيارات رسمية شكلية وهذا لا يجدي اي نفعا للعراق بالتأكيد التغييرات المناخية لعبت دور شديد جدا ليس فقط على العراق وانما على كل دول المنطقة والعالم حتى اصبح العراق وخامس اكثر دولة تضررا بالتغييرات المناخية هل هناك احيانا امل او تحسن في المياه في العراق يحصل هذا الشيء بحالة واحدة فقط وهو عند الزيارات الرسمية عندما يذهب بوفد رسمي رفيع المستوى كرئيس وزراء او ما شابه ذلك رئيس الجمهورية الى تركيا او ايران تقوم ايران او تركيا بضخ دفعة قليلة من المياه مجاملة من بعد الزيارة ولكن هذا شيء يستمر اقصى شيء لمدة شهر ثم تعود المياه الى مجاريها بالنسبة الى الاسئلة اللي وجهتها حضرتك حول التهديدات الامنية طبعا انا ما كان في وقت كبير اقدر اسرت كل الاشياء في كثير تفاصيل فيما يخص العراق هناك تهديدات امنية شديدة جدا ونزاعات يعني كذلك بتحديدا في المناطق العشائرية حول المياه لانه هذه المناطق هي معروفة تعتمد على الزراعة وبالتالي المزارع والمعامل والمصانع دائما ما تقام بالقرب من الانهر او على حافة الانهر فعندما انا اخذ حصة من المياه بشكل illegal tabbing او بشكل غير شارعي راح اثر على حصة الجار وبالتالي الجار يعمل نزاع معي واصبحت هذه تهديدات حصلت كثير سمعنا حالات قتل لاشخاص بسببهم اخذوا مياه يعتبرها الطرف الاخر هي حصته فهذا اكيد زائدا كثير من المشاريع اللي اقيمت في الفترة الاخيرة بسبب عدم وجود رقابة عدم وجود قوانين فاقيمت كثير من المشاريع بشكل غير قانوني على حافة الانهر الرئيسية وهذه المشاريع يمتلك اصحاب القرار السياسي فبالتالي قد تؤدي احيانا الى نزاعات ما بين الاحزاب والميليشيات الموجودة المستيضرة في كل مناطق على هذه المشاريع وايضا تحصل نزاعات وصراعات وتهديدات امنية كمواطنيين كمجتمع محلي لا يعرف بهذه التفاصيل فقط يسمع هناك سراع او مشاجرة او ما شابه ذلك لكن قد تعود احيانا اسبابها بمواضيع تتعلق بالمياه او ما شابه ذلك في موضوع اغتيال الناشطين هذا موضوع جدا مهم يعني الكل يعرف بالناشط جاسم الاسدي اللي تم اغتياله وويبه لأيام ثم عادة الى الساحة ولكن عادة الى الساحة شبه صامت لا يمكنه التحدث كثيرا وبالتالي هنا فقدنا حلقة كبيرة من تقديم المعلومات من قبل اصحاب ذوي الخبرة في النشاط البيئي بالعراق لانه ما ممكن ان تتحدث وهذا انا يعني انا كصحفي اواجه هذا الشي بمشكلة شبه يومية عندما اريد ان اتحدث مع الناشطين البيئين او المسؤولين او ما شابه ذلك لا يعطوا المعلومات الكاملة خوفا مما يحصل يعني بعد ذلك ودائما ما يتم استهداف ناشط معروف او بارز من اجل اسكات الاخرين يعني ليس فقط من اجل اسكاته هو بنفسه وانما حتى يكون صورة او عبرة لكل الناشطين الاخرين بالتالي هذه ابرز التحديات هو بالتأكيد سوء الادارة اليوم شبكات المياه في العراق والبنى التحتية هي رخوة جدا منذ يعني عقود ماضية ولم يعمل لها ادامة وصيانة بسبب السياسات وانشغال العراق بالحروب وعدم الاستقرار الامني بالتالي هناك فعلا سوء ادارة للموارد هناك ايضا عدم دخول تقنيات حديثة للري والزراعة بقيت هناك الطرق الري التقليدية القديمة وبالتالي هذا ايضا يؤثر على استخدام المياه بشكل غير صحيح شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب طيب I'm just going to hit on a couple of them then I think I'll talk about most of the questions better than I can but I'll first address the question that Najah was saying so I mean I'll tell a story that I think better illustrates it I'm telling a lot of stories today but there's an experience we had with so most of the people that were matching with these communities and whatnot are Lebanese diaspora experts that are happy to give their expertise as opposed to just their money to the country but in this case we were working with somebody who's very senior has 30 years of firefighting experience in New South Wales in Australia and he's passionate about Lebanon he loves Lebanese food and I don't know what and he came to us randomly like that so the guy was engaging very much with the communities we're involving on fires and he was telling us you know one of the things that he's really learned after all of this experience is that these like the fires that came through in 2020 in Australia that were mind-boggling I mean mind-blowing let's say sorry that's the better word in terms of their impact he was saying about how the only way they were able to deal with those fires is by throwing out a lot of the books and metaphorically speaking but by really forgetting what the best practices are for fighting forest fires under climate change because it's a totally different beast and the way that I've interpreted that and kind of like continue to reference that and use it is that those that come to the table with a bit less of that baggage that we get and I'm coming from academia primarily baggage that we get from academia and baggage that we get from very western dominated ways of knowing actually have a better chance maybe for coming up with the best ideas that we need for the new unprecedented grant challenges and environmental breakdowns that we're dealing with today and guess who has a lot of that youth so you're absolutely not just because you're the future generation who's dealing with it and has to bear the burden of the generations past but also because of the freshness and the ambition that you bring to these change making spaces if you come to AUB if you do end up getting in Environment Academy the way that it's also working is it does match making with students also so not only do we have the experts from the diaspora but students that get matched to teams and go into this whole co-creation process and the last thing I'll say is on to your question Nadim more so which is how do we distance ourselves from this image that environmentalism is just about planting trees which is extremely important but just like this kind of happy-go-lucky spirited I don't know what kind of environmentalism which is of course not at all what it is and we know very well that it's actually everything that we live, breathe, drink, etc. and I think one of the ways to do that is to avoid a lot of the terminology that is kind of all encapsulating so I try and I know sometimes in a very attention-strapped world where we need to be very quick we use these key terms like corruption like sustainable development, etc. but I think trying at all opportunities to nuance what that means and you know what's actually behind corruption a lot of times leads you towards heck more well-situated answers that include environment amongst it because there's no other way that that would be done. I would like to ask a question about the activities in Lebanon the activities in Lebanon by the West the 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 وس the 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 عمل عنه وطبعا بعدين صار فيه معاوني له من بعد المنظمات زرع مئة ألف أرزي لوحده كانت العرزي الموجودة على العالم في حواليها شيء يمكن مئة أرزي بشري انه هادي الرمز لبنان هو عمل مئة ألف أرزي بالمكمل يعني انه لحتى صار في شيء اسمه أرز اساسا غير هادي السبعة عشر أرزي في كتير مبادرات في كتير دية عملت فرز نفايات من المصدر ونحنا غرقانين بالنفايات من الساحة للجبال للوديان بس انه كتير حلوين وديان وبيروت بعدها حلوة ولبنان بعدها كله حلو عشان الأمان لا عن جد هو حلو بس انه لما هادي مساء عرب صليم في ست عمره هلاش خمسة وثمانين سنة لما بلشت أنا الصحاطي من واحد وثلاثين سنة كانت هادي ست عاملي فرز من المصدر بكل بلدية عرب صليم طيب ما كل المعامل لتدوير النفايات لما بيخلص التمويل طبعها بتوقف ما بتعد تاخد البلاستيك والفرز وكذا لما أنا بفرز بالبيت اللي أنا حطى ثلاث كراتين عندي بالبيت بيخدهم بحطهم بالمستوع باللي هو خلط كل النفايات مع بعضها ما في سيئ وطن يا عام لإدارة النفايات يعني ما بدي يزيد الكعابي أكتر في كتير مبادرات فردية في كتير مجتمع حي إذا بدك ناديم نحنا ولا مرة تعطينا مع البيئة أنه متل ما كانت العالم تفهم شغل البلدية أنه بيكنسوا الطرقات بينما هي حكومة نحنا بالنسبة لقلنا البيئة وهذا الشغل صار ببيت شو بدنا بالجماعيات اللي بتشتغل قشور لتجيب تمويل لأنه طبع كتير مهم من شجر شجرة بس المهم نرعاها لتكبر فكرة حتى أنه أنا بدي يعمل معركة ما أنا بنت جرد أنا بنت عشيرة بيقطعوا الأشجار بنت متهمين هني من أهل عكار مع أنه هلأ بلشوا أهل عكار يعترفوا بمسؤوليتنا المشتركة أنه حلقوا الأرز المعمر واللزاب وكذا لأنه تحت سطرة تتفاية هو بالحقيقة منه لأنه بالتشحيل البيئة فيك تترك فرخ بالسن ديانية مش تحلقها كلها سوا بتاخدوا الحطبات بتتدفع لأيون هي الفكرة طبع تجارة أنا عم بشتغل بعكار هلأ العسكري المعاشه صار أربعين دولار وخمسين دولار ماكسيموم هو مليون وثلاثمائة ألف لأنه صاروا يقبضوا ثلاث أربعة معاشات هيدا بيروح بعد الخدمة بيقص شجر لحتى يبيع صار مصدر إتجار ورزق وكذا هي الشغل العامين عمل عند الجمعيات الجدية والمنظمات ونحنا عم بحكي نحنا منها جمعية بيئية المفاكرة القانونية نحنا مركز إنتاج معرفة ومنشتغل قضاء وتقاضي استراتيجي بكل القضايا والبيئية منها كمان ومنرفع دعاوة وتعرف شغلنا هو فكرة أنه نعمل كل السياق السياسي والإنمائي والاقتصادي والبيئي الأساسي مع الموارد الطبيعية هيدا الجمع اللي هو عن جدها لأدي قضايا البيئية والجمعيات الجدية عم تكون عم تشتغل من هيدا من هيدا الطريقة عندنا مشكلة أساسية أنه ما حدا ما فارق معا السلطة السلطة فاجرة عندنا لدرجة أنه حقوق ما بتكون طالما نحنا بنعمل اللي بدنا إياه وهيدا الشيء صاير بالتوافق يعني بيحتكموا مع بعضهم بيتفقوا على المصالح بس بيتفقوا على المصالح بالنسبة للمخاطر المخاطر موجودة نحنا بمعركة مارج بسري أماني اللي بعيني اللي هي زميلتنا بالمفكرة ضربت بمارج بسري كانت بعدها وقتها ناشطة وبالحملة طبع الحفاظ رولالد نصور اللي كان شريكنا الأساسي من جمعية هو وأماني كانوا وقتها طبعوا الحفاظ على مارج بسري ضربوا أنا وبدي ضحقكم هلأ عشان المعاسي اللي جبتلكم إياها كانت عم بشتغل على سات جنة أنا بنت عشيري من الهرمل بتعلاو وفي منظومة عشائرية بالمجتمع اللبناني وخصوصي بالمناطق الريفية فبيفتجني في عائلة بتلحش حسن ممنوع كنا نفوت على السد لحط نصور فأنا معي فيلم ميكرو أسستنت ورحت وفتت قال لي المختارة تساعدها ما فيك تفوتي أنا رحت فبعد شوي نزلت علي المنفوق بالطريق الفؤاني هيدا الطريق كم شقينه بس لسد بيك أب كبير ونزل منه اتنين كتابهم هالقد أنا بعرف إنه كانوا بيشتغلوا حراسي مع السدلي لحتى من أهل المنطقة لحتى يكونوا عم يرشوهم بالقرص العمل شبابهم بتلحش حسن وبتلحش حسن هني عشيرة وعندهم جزور من عنا من المنطقة فدغري أنا لما شفت النزلوا عرفتهم بتلحش حسن قلتلوا للشاب اللي معي أنتوا ما بتحكوا ولا كلمة حط الكاميرا تحت نزل هيداك فتحت الباب أنا شو عم تعملوا ما شوي قلتلوا شباك أنت من وين قالي أنا الأمن طبعا قلتلوا مش أنت ابن الحش حسن قلتلوا أهلا ابن العم أنا بتعلو عرفتش كي أنه أولاد عشيرة نحنا العشير من قول لبعضنا أنه ابن العم أنه عشير نحنا فنحنا من الجذر آه أنت بتعلو شو جاي بك لهون قلتلوا جاي وليك عم بيدمروا لكم المنطقة وجاي وبدك تساعدني ومدري شو شوي رحت لقصة هيك أنه لما عرفني بنت عشيرة بيعمل حساب أنه هاي بنت عشيرة إذا أنا هلأ أشط الكاميرا أو ضربتها أو ما معرف شو أنه هاي سائبة أنه أنا لقيته ابن عشيرة يعني فأنه ممكن بهذه الحالة كسروا لنا الكاميرات لأنه هني ممنوع أن تتصور بهذا السد اللي كانت غرقة كل المصاري تدفعونا حقها تبع الآليات بالماء اللي عم تنبع من تحت الأرض لأنه دراسة الأرض منا منا مزبوطة أوكي بعد ما عنا الحمد لله هاي دي الاغتيالات اللي صارت أو 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 هادي الناشطين بس أنه كمان فعليا نحنا معركتنا الأساسية هي مع قديش نحنا عم نقدر نكون عم نأسر حتى لما عم نفضح الأساس في سلطة لبدا تسمع لبدا تغير سياساتها بدأ تعمل اللبراسة اشتركوا في القناة